الآن مع فقرتنا كورونا أسئلة تبحث عن أجنبه اليوم نطرح للنقاش مسألة ظهور الأعراض على مصابي فيروس كورونا من عدمه في ضوء ما خلصت إليه بعض الدراسات عن أكثر من ثلث حامل الفيروس لم تظهر عليهم أي أعراض فما مدى تأثير ذلك على جهود مواجهة الفيروس وما هي محددات أو أسباب ظهور الأعراض على شخص دون الآخر هذا الموضوع نناقشه بالتفصيل مع ضيفين من القاهرة الدكتور خيري عبد الحميد وكيل كلية الطب جامعة الأزهر ومن باريس عبر سكايب الدكتور عبد المنعم حميد عضو اللجنة التعليمية لمتابعة فيروس كورونا مواجهة العدو الغامض يزيد من صعوبة المكفحة هذا هو حال التعامل مع فيروس كورونا الذي يرتبط بالكثير من الغموض ولعل انتقال عدو كورونا دون أعراض يعد عنصرا محيرا في مواجهة أي مرض معدن حيث يصعب تحديد الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض ويصعب كذلك تحديد مدى الشيوع هذه الحالات وتقدر المركز الأمريكية لمكفحة الأمراض والوقاية أن حوالي 35% من الإصابات لا تظهر عليها أعراض وأشارت سلسلة من الأبحاث الجديدة إلى أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض يكونوا معديين لفترة قصيرة مقارنة بمن تظهر عليهم الأعراض وذكر موقع إنسايدر الأمريكي أنه وفقا لدراسة حديثة عن تفشي فيروس كورونا على متن سفينة سياحية غادرت الأرجنتين في منتصف مارس فإن غالبيات الركاب الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس وبلغت نسبتهم نحو 80% لم تظهر عليهم أي أعراض وجدت دراسة أخرى من مخان بالصين أن 42% من المرضى أي نحو 33% من أصل 78% تم اختبارهم كانوا بدون أعراض وبحسب دراسة في جامعة جونس هوبكنز يمكن أن يكون حامل المرض الذي لا يظهر عليه الأعراض المعروف بناق الكورونا الصامت معديا لمدة ثمانية أيام فقط حيث تعتمد قدرة الشخص على نقل الفيروس جزئيا على كمية الجزهيمات الفيروسية التي يطلقها في البيئة الأمر ذاته أكدته دراسة وخان حيث وجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من الأعراض ينشر العدوى لأكثر من ضعف مدة المرضى الذين لا يعانون من الأعراض وقدرت بتسعة عشر يوما مقارنة بثمانية أيام وتشير الأبحاث إلى أن هناك اختلاف بسيط في الأحمال الفيروسية بين مرضى الفيروس التاجي الذي تظهر عليهم الأعراض وأولئك الذين لا تظهر عليهم الأعراض ووجد الباحثون أيضا أن معظم المرضى ممن لا تظهر عليهم أعراض كان أغلبهم من النساء وينضم إلينا ضيفان من القاهرة الدكتور خيري عبد الحميد وكيل كلية الطب بجامعة الأزهر ومن باريس عبر سكايب الدكتور عبد المنعم حميد عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا بتجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا أرحب بكم ضيفي الكرام وأبدأ معك من القاهرة دكتور خيري انتقال عدوى كورونا دون أعراض مما لا شك فيه يعرق الجهود مكافحة جائحة كورونا حول العالم إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن هذه النسبة بالفعل يمكن اعتمادها وإن كان يمكن اعتمادها في الصين فقط أم يمكن تعميمها عالميا النسبة دي في الواقع حقيقية موجودة ونقدر نعتمد عليها في الصين أو في خارج الصين أو في أي دولة من دول العالم وده بيعتمد على أن 80% من المصابين بيكون الأعراض تقريبا شبه خفيفة فممكن نسبة الـ 40 أو الـ 35% من المرضى اللي ما بتظهرش عنهم أعراض خالص تبقى حقيقية فعلا يعني هنا نتحدث عن تأخر الأعراض كثيرا لحين الظهور أم نتحدث عن عدم ظهور الأعراض نهائيا دكتور خيري ده موجود وده موجود ظهور الأعراض بيتأخر لأن فترة حضنة المرض تقريبا بتتراوح من 2 إلى 14 يوم لا أنا أتحدث بالتحديد عن الدراسة الصينية الدراسة الصينية بتقول أن 42% من المرضى ما بيظهرش عنهم أعراض خالص وده تبقى فيها نسبة خطورة عالية لأنه ده بيبقى مندمج مع المجتمع وده بنسميه نقل الكورونا الصامت لأنه ده عايش في وسط المجتمع لا يعاني من أعراض وبالتالي لو ما تمش عمل اختبارات معملية ليه ده يبقى نقل للمرض بسهولة لكل المخلطين ليه طيب دكتور عبد المنعم من باريس ما هي المحددات والأسباب في اعتقادك المتحكمة في ظهور الأعراض من عدم ظهورها طبعا ظهور الأعراض أو من عدمه قد تختلف حسب المناطق قد تختلف حسب الأشخاص وقد تختلف حسب الأعمار أيضا كما لاحظنا في أوروبا الأشخاص الأقل تظاهرات للأعراض أو حتى غير العرضيين هم الأطفال نتيجة وجود المناعة لأقوى لديهم ما هي عند الكبار لكن هذه الدراسة الصينية تتحدث عن أرقام كبيرة نسبة عالية تصل إلى 30 أو 40% من الأشخاص غير العرضيين حاملين للفيروس وهذا يعني أنهم ناقلون صامتون للفيروس ولكن كيف نجب أن نتساءل كيف تم تحديد هؤلاء الأشخاص هل تم تحديدهم نتيجة لوجود عدوى في منطقة سكنهم أو في القرية أو في الأسرة نحن في أوروبا لا نوجد بمسح كامل في كل الأشخاص ولكن من الطرق التي استخدمت حاليا للمجاوبات هذا الفيروس ما نسميه بالألو كورونا أو ألو كوفيد عندما يكون لدينا هناك إصابة في أسرة أو عائلة نقوم بإجراء المسح في محيط هذا الشخص ومن يتعاملون تقصد أن الدراسة أجلت على المخالطين لأي حالة إيجابية طبعا طبعا هذه النسبة تبقى كبيرة في الصين نحن عندما نشر منظمة الصحة العالمية الدراسات الأولى في شهر المارس للأشخاص اللاعرضيين كنا نتحدث فقط عن 5% من الأشخاص اللاعرضيين نحن الآن نتحدث عن ضقم كبير هذه الدراسة واحدة يجب أن تبقى بدراسات أخرى حتى تقوم لا يمكن أن نعتمد على دراسة وحيدة لنعممها على كافة طيب هل هذه الدراسة أو المسببات كما ذكرنا تعتمد على قوة أو ضعف المناعة أو كمية الفيروس التي دخلت إلى الجسم؟ في اعتقادك سيد دكتور؟ طبعا أكيد لها علاقة بالمناعة الأشخاص كما قلت بحسب الخبرة والدراسات الأجراء الأطفال هم الأقل تظاهرات سريبيا هم لديهم تظاهرات سريبيا الأقل من عيرهم وربما يكونوا حتى لاعرضيين لأن مناعتهم تكون أقوى هذا يعني أن هناك دور للمناعة هناك أيضا دور لتوعد هذا البيروس توعد البيروس أو تأثيراته تكون مختلفة حسب الأشخاص وحسب المناطق ربما هذا يحتاج أيضا إلى إثباتات الدراسات المتكدة ربما يكون البيروس كميات وأضعاف أو تبعاته وأضعاف وبالتالي التظاهرات السريلية تكون للأقل أو تكون حتى العرض طيب يعني ربما هذه النقطة أنقلها إلى ضيفي من القاهرة دكتور خيري هل عدم ظهور الأعراض نهائيا تعني أن هذا الشخص سيمر بالإصابة وسيشفى بالضرورة أم أنه أيضا معرض لا قدر الله للوفاء عدم ظهور الأعراض مش معناه أنه يعرض للشفاء بدون مرور بالأعراض لأنه ممكن الحالة في نسب حالة من كل خمس حالات عندها أعراض خفيفة أو عدم موجود أعراض ممكن تنتقل لأعراض خطيرة اللي هي الضيق في التنفس والتطور الحالة السريع فعدم ظهور الأعراض في البداية لا يعني أن المريض ده ممكن يشفى بالكامل لا فيه نسبة منهم بتتعرض لمضاعفات ممكن تدهي بحياتهم ولكن هنا نتحدث عن عدم ظهور النهائي يعني عدم ظهور أعراض نهائيا الأعراض الخفيفة يمكن أن تتطور ويمكن أن نتابعها يعني هي مرئية يمكن أن نشعر بها ولكن الأعراض المخفية التي لا تظهر نهائيا هذا هو السؤال هل بالضرورة أن هذا الشخص يمكن أن تمر به هذه المسألة دون أعراض ثم يشفى بالضرورة باعتبار أنه لم تظهر عليه أعراض نهائيا ما نقدرش نرد عليها إجابة جازمة لأن حتى التقرير لحضرتك عراطي دلوقتي النسبة تربعين في المئة بدون أعراض أو العينة اللي تم عليها الدراسة قليلة جدا 78 حالة فما أقدرش أخذ حاجة زي كده وعممها على عموم الناس في الدول المختلفة أو في الدولة الوحيدة لازم أخذ عينة أكبر من المجتمع وبالتالي أبتدي أحكم عليها إنما مع حجم العينة الصغير ما أقدرش أعمل به الحكم على إن فعلا المريض ده ممكن يشفى بالكامل بدون ظهور أي أعراض طيب المخالطون لحالات إيجابية ما هي نسب احتمالية إصابتهم بالعدوى دكتور خيري؟ نسبة الإصابة في المخالطين بتبقى عالية جدا خاصة لو كان المخالط ده بيتعامل بدون احترازات يعني على بنسماء الكلوز كونتكت يتعامل عن قرب بالتلامس بالتعانق عدم أخذ الاحتياطات في أثناء العطس أو الكحة انتشر الرزاز من المصاب وده أكثر عامل خطورة بينقل المرض للمخالطين الرزاز فعشان نقدر نتجنب دي لازم على الأقل مسافة التباعد تبقى موجودة على الأقل متر متر ونص علشان الرزاز بيبقى تيل ما يقدرش يعدي مسافة المتر متر ونص فده يحمل المخالطين أكثر إنما لو المخالطين مش واخدين إجراءات احترازية بالتباعد نسبة الإصابة بيكون عالية طيب أنتقل إلى ضيفي من باريس دكتور عبد المنعم الإصابة ربما تعتمد بشكل كبير على مناعة المريض ولكن هناك تقارير تشير إلى أن أيضا المناعة القوية مثل المناعة الضعيفة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عند الإصابة بهذا الفيروس يعني هل هذا صحيح؟ هل هذه نظرية صحيحة؟ صحيح، صحيح تماما نسبة الإصابة عندما يكون هناك تخالط مع الأشخاص المصابية قد تصل حتى بعدم اتخاذ الوقاية قد تصل إلى 70% من الحالات ولكن هذا لا يعني أنه عندما أمر أنا أمام شخص المصاب هذه النسبة 70% ولكن عندما تكون هناك جلسة مع هذا المصاب في مكتب أو في بيت أو في مكان للعمل بالنسبة للمناعة هناك أمور مختلفة لا نستطيع أن نجزم بها لاحظنا أن من خلال المرضى هناك مرضى يكون مصبطين مناعيا مثل مرضى مثلا ما نتعامل معه كثيرا زراعة الكلية أو زراعة الرئتين الإصابة لديهم قد تختلف أعراضها مثل بقية الناس قد تكون لطيفة أو معتدلة أو خطيرة لا نستطيع أن نجزم أن عندما يكون لدينا شخص مناعته ضعيفة نتيجة مثلا إصابته بالإيد أو السيدة أو نتيجة أدوى يأخذها مصبطة للمناعة مثل مرضى لديهم من زراعة الرئيسة أن تكون لديهم هذه الأعراض أو هذا المرض أكثر خطورة هناك مرضى مرت عليهم الفيروس كورونا بسلام والحمد لله كما هو الحال الكريب وهناك مرضى أيضا ليس لديهم أي آقة مناعية ليس لديهم أي تثبيت مناعي لسابق عمرهم 30 سنة وأدى بهم المرض إلى العناية المركزة ولمدة شهر أو أكثر من ذلك لا توجد قاعدة لنقول أن المريض الذي لديه تثبيت مناعة هو الأكثر خطرا لتعرض للمضاعفات أو المرض طيب سواء كانت المناعة ضعيفة أو كانت المناعة قوية كيف يجب التعامل مع أي حالة مخالطة لحالة إيجابية لم تضر عليها أعراض وتم عزلها في المنزل طبعا إذا كان لدينا إذا أجرينا المسيح وتبين لدينا إصابة لبعض الأشخاص إذا كانوا في نفس المنزل يجب أيضا إجراء الحجر الصحي عليهم في غرفة مستقلة أو في من أو في بيت آخر حتى لا يتم العدوى للأشخاص الآخرين في المنزل أو في البناية أو في الحي السكني إذا كانوا لا عرضيين كما تفضلت لا يتوجد أي أدوية تعطى لهم ولكن في المستقبل يمكن في 20% من الحالات 20% من الحالات يمكن أن تتطور مع الوقت وتصل لديهم أعراض مثل حرارة أو ضيق النفس أو السعلة وهذه الأمور يجب التعاون معها حالة بحالة عند وجود حالات خطورة يجب الذهاب إلى المشفى طبعا وإذا بقيت الأمور معتدلة وقابلة للمعالجة في البيت ومعالجات أعرضية يمكن أن نعالجها في عزل في غرفة من البيت أو في الكندق أو في مكان القمع طيب أنتم تتحدثون هنا عن مسألة حالة مصابة بالفعل ويتم عزلها في المنزل ولكن أنا أتحدث عن حالة لا تظهر عليها الأعراض وهو موضوع هذه الفقرة اليوم حالة لا تظهر عليها الأعراض وخالطت حالة إيجابية كيف يمكن التعامل معها لحين إثبات أنها حالة إيجابية حتى نتأكد من أننا على الاختبار إيجابي أو لا حاليا الإختبارات نستطيع الحصول عليها خلال بضع ساعات النتائج سريعة يمكن أن يتم إذا كان في المشفى يتم عزله في غرفة مناسبة حتى نأخذ النتيجة إذا كانت هذه النتيجة إيجابية يمكن وبحاجة إلى البقاء في المشفى يبقى في المشفى تحت العزل والمعالجات العربية أو النوعية إذا احتاج الأمر أما إذا كانت الاختبار إيجابي وكانت حالته العامة جيدة ولا يحتاج للبقاء إلى المشفى يتم عزله في منزله أو في مكان الإقامة معين إذا لم يتوفر هذا كما نشاهده بعض الأحيان في فرنسا مثلا للأشخاص الذين ليس لديهم إقامة يتم إقامة في المشفى حتى يتم عزلهم اجتماعيا وطبيا عن الآخرين طيب أنتقل إلى دكتور خيري من القاهرة هل خطورة انتقال عدوى الفيروس تنتهي بوفاة المريض لسمح الله أم أن جثث المرضى الإيجابيين تحمل خطورة العدوى نعم الفيروس بيفضل متوجد في جسم المريض حتى بعد الوفاة خاصة في أثناء الغسل لازم ناخد إجراءات احترازية علشان الإفرازات الخارجة من جسمه ممكن تبقى حاملة للفيروس الفيروس ممكن يعيش لمدة 72 ساعة على الأسطح الجامدة فما بالك إذا كان عايش فيه داخل جسم إنسان حتى لو توفى هيستمر الفيروس بتواجد ويمكن ياخد فترة أطور في التواجد داخل جسم الإنسان وعلي يتم التعامل مع المتوفي المصاب بالكورونا باحترازات في أثناء التغسيل وفي أثناء الدفن ويتم عزله أو لفه بأكياس بلاستيكية بحيث نحد أو نقلل من انتشار الفيروس من خلال جسد المتوفي أو جسد المتوفي إلى المتعاملين معه أثناء الغسلة وأثناء الدفن يعني دون استخدام الكفن المعروف الأبيض المعروف القماشي أم أن يعني بعد الغلاف البلاستيكي يمكن استخدام الكفن بعد ذلك دكتور والله يعني المفروض إن هو بيكفن ويغلب بالبلاستيك بعد التكفين بالقماش عشان يقلل الانتقال فيما بعد إنما في أثناء الغسلة أو في أثناء الدفن مطلوب من المخالطين أو اللي بيقوموا عملية الغسلة أو الدفن يبقوا واخدين الإجراءات الاحترازية بتاعتهم من الملابس الواقية الأقنعة الفيس شيلد المسكات البيضة التي تستخدم في العزل في أثناء التعامل مع المرضى أو المخالطين يتم استخدامه أيضا في أثناء التعامل مع جسد المطاف في المصاب بالقرون طيب سؤالي لك دكتور عبد المنعم إذن لماذا هناك مخاوف من الدفن في مناطق معينة إذا كانت تتخذ مثل هذه الإجراءات الوقائية أثناء الغسلة أو أثناء الدفن المصاب المتوفى طبعا أنا خبرتي قليلة بهذا من بيانات منظمة الصحة العالمية كانت بعض بيانات الصادقة تتحدث عن ضرورة أخذ الوقاية وأن العدوة يمكن أن تكون ما بعد الوقاية ولكن هذه المنظرية لم تعد يعمل بها ولكن يجب الاستمرار بأحد الأثاليب الوقاية والحماية في مساء الأدفن إذا كنا بإجراء الاحتياطات التي تتفضل بها الدكتورنا القاضم من الجامعة الأزهر فلا أعتقد أن هناك أي خطورة في الأدفن في أي مكان أو في أي مقرأ طيب أعود مرة أخرى إلى القاهرة ضيفي من القاهرة دكتور خيري ما هي في النهاية النصائح التي يمكن أن نقدمها للمواطنين عموما عند التعامل دعنا نعود مرة أخرى إلى موضوعنا الرئيسي التعامل مع حالة مخالطة لحالة إيجابية دون ظهور الأعراض عليك الحالة المخالطة لأعراض بدون أعراض ما أقدرش أفرق من الإنسان الصحيح طالما بيشتكيش إلا إذا كان عملت له اختبارات معملية ومسحة وطرقة إيجابية إنما هو طول ما أنا ما عملتش الإجراءات المختبرية والمسحة أنا باعتبره شخص سليم وبالتالي طالما هو في عداد الشخص السليم بنقض الإجراءات الاحترازية بتاعة المواطنين اللي هما لا يعانوا من أي أعراض أو اللي هي من التباعد من النظافة الشخصية من ناحية غسيل الأيدي عدم لمس الأنف عدم لمس الفم عدم لمس العين استخدام الكمامات الفيس شيلد يعني لا يستوجب عزله دكتور المريض أنا ما قدرتش أحدده من الأول هو مصاب ولا إلا من خلال معمل يعني فرضنا أنه ليس مصابا ولكن مخالط لحالة إيجابية وهو شخصيا لم تطر عليه الأعراض هل يستوجب هنا عزل نفسه هو مخالط سواء كان مصاب أو غير مصاب يجب أخذ الاعتبارات الاحترازية بالتعامل مع المريض اللي كانت تجنب الإصابة نعم من القاهرة كنت معنا دكتور خيري عبد الحميد وكيل كلية الطب جامعة الأزهر شكرا جزيلا لك أيضا أشكر من باريس كان معنا عبر سكايب دكتور عبد المنعم حميد عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا بتجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا وشكرا جزيلا لكم إذن مشاهدنا الكرام انتعت هذه التغطية من قناة الغد نلقاكم على الرأس الساعة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر